درر فقهية فقه الركوع في الصلاة قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين الركوع في الصلاة فرض على من يقدر عليه والواجب في الركوع الإنحنى لحيث يمكن المصلي مس ركبتيه بيديه ويستحب في الركوع أن يعتمد المصلي بيديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويجافي يديه عن جنبيه ويبسط ظهره ولا يرفع رأسه ولا ينكسه يشرع في الركوع التسبيح وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث في الأذكار أثناء الركوع في الصلاة منها سبحان ربي العظيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويسن أيضا للمصلي بعدما يرفع من الركوع أن يزيد مع التحميد أذكارا أخرى فيقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ربنا لك الحمد ملأ السماوات والأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد موسيقى